أكد سعادة السيد علي بن محمد الرمحي وزير الشؤون الإعلام الحرص على رفع كفاءة وقدرات الكوادر الشبابية الوطنية المبدعة وتنمية مؤهلاتها العلمية والمعرفية باعتبارها ركيزة أساسية في خطط وبرامج التطوير العالمي وسينمت النهضة التنموية والحضارية الشاملة في العهد الزهر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى جذرك خلال تكريم سعادة الوزير لمائة من طلبة وخرج الجامعات الوطنية المشاركين في برنامج التدريب العالمي الاحترافي الشامل الذي تنظمه وزارة الشؤون الإعلام بشاركة مع تمكين هذا وعرب الرمحي عن شكره وتغذيره إلى صندوق العمل تمكين على إسهاماته في دعم وتوميل هذا البرنامج الاحترافي وتعاونه الإيجابي مع الوزارة وبالاستفادة من بيوت الخبرة الوطنية والدولية في عداد الشباب البحراني والارتقاء بإمكانياته الفنية والمهنية والإبداعية وتأهيله للمشاركة بفعالية وإيجابية في سوق العمل بما يقدم رؤية الاقتصادية 2030 على أسس من الإسلامة والتنفسية والعدالة وأوضح أن هذا البرنامج التدريبية في طريق خطة منهجية للارتقاء بكفاءة الموارد البشرية الوطنية والنهوض بدور الإعلام الوطني مهنيا واحترافيا وفق أعلى معايير الجودة والتنفسية بما يواكب أحدث المستجدات التقنية والإنجازات الرائدة المتواصلة في ظل نهج الإصلاحي والتنموي لجلالات الملك المفادة وحكومته الرشيدة وأبدأ سعادة وزير شؤون الإعلام عجابه بالتقدم اللافت في مستويات الطلبة والخرجين المشاركين في هذا البرنامج التدريبي ومعرضه من مشاريع متميزة ومبتكرة في مجال الانتاج التلفزيوني والفني وفي ختام الحفل قام سعادة سيد علي بن محمد رميحي وزير شؤون الإعلام بتوزيع شهادات المهنية المعتمدة على المشاركين في برنامج الإعلامي المحترف وتكريم عضاء لجنة التقييمة ترجمة نانسي قنقر